بسم الله وصلاة والسلام على أشهر في خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم نستكمل اليوم شابتر نمبر سيبن ميكانيكس أو نانفيسكوس فلويد اليوم هنكمل هذا الشابتر جزء الأخير هنأخذ برنوليز إكواشن طبعا أحيانا بيكتبوها برنوليز إكواشن معادل برنولي أو برنوليز برنولي مبدأ برنولي مبدأ برنولي هنا بنص على أن الضغط يقل عندما تزيد السرعة يعني هناك علاقة عكسية بين الضغط وبين السرعة فلويد can also change its high الضغط المائع ممكن ممكن نحن نغير ارتفاعه بالنظر إلى الشغل المبزول عندما يتحرك نحن نجد الآتي نظرية بتاعتنا هي أسف نظرية بتاعت برنولي العمل اللي تطورها عالم الرياضيات السويسري دانيل برنولي في القرن الثامن عشر الميلادي أن الضغط زائد نص رو في تربية زائد رو في الجي في الواي بساوي كونستان ثابت يعني الضغط زائد نص رو في الواي في تربية في سكوير زائد رو في جي في الواي بساوي ثابت تابعة من القرن الثامن برنولي ان مجموعة ضغط الحركية وضغط وضع الماء في واحدة الحجوم تساوي مقدار سابت بتقديم الضغط الوضع يصالح ضغط في واحدة الحجوم انا عندي شغل يبدو مثلا اهي اف في اكس ايه ضغط ثاني ضغط الحركة نص م في تربيع ايه تاني طاقة الوضع م ج في ال اتش ده بيساوي مقدار سابق اهي مجموعة الطاقات تمام طب لو جسمنا على في طرفي المعادلة على في يبقى اف اكس على في اهيي هنالكسي بناخدوه هنا اف اكس على في على الحجم بلس نصف ام في تربيه على في اهي بلس ام على في في ج في اتش بيساوي مقدار سابق دي اكس والفي عبارة عن ايه الفي عبارة عن ايه ايه في مين ايه في اكس الاكس مع الاكس يبقى اف على ايه الاف على ايه مين هي قوة على مساحة تمام باب ام على في ام على في رو يبقى نصف رو في تربيه ام على في هنا رو برضو اهي رو يبقى رو ج اتش او رو ج واي ممكن تبقى دي اخليها كده واي عشان تبقى ماشى مع المعادلة المكتوبة بدي واي اهي تمام ام ج واي يبقى المعادلة دي جات من هنا من خطوطين بصاق جدا انك انت بتحسب مجموعة الاشغال الموجودة عندك شغل زائد طاقة حركة زائد طاقة وضع تمام دي عبارة عن مجموعة ضغط وضغط الحركة وضغط الوضع ثم في واحدة الحجوم للمائة ده كله بيسوا مقدار سابق لو اخدناها كطرفين يعني مثلا المقطع ده والمقطع ده في هذه الحالة نقول بي وان زائد نص رو في وان سكوير زائد رو ج واي وان بسو بي تو زائد نص رو في تو سكوير زائد رو ج واي تو طبعا في المعادلة دي لها تطبيقات كثيرة جدا تمام تطبيقاتها كانت اهم حاجة اهم حاجة في تطبيقات الاروبينز تطبيقاتها على الطائرات لكن في تطبيقاتها وهو تورسلس برنسيبل مبدأ برنولي او تورسلس سيرم نجد ان سرعة المائة من الحنفية السرعة تمام سرعة السائل المتطفق من هذه الحنفية ممكن تقاطع بهذا المعادلة لان v1 يصور جزائد 2 جي ي 2-1 2 جي تايمز 2 جي ي 2-1 تمام يعني هنا الحنفية مستوىها لغية مستوى سطح السائل الموجود في الأوبن تانك هي ي 2-1 تمام لو ضربنا في 2 جي وتجبنا جزا التربيئ لنجد إنتما نجد السرعة عند هذه الحنفية هذا يسمى تورسلس سيروم نحن نأخذ المبدأ المهم بالضائرات طبعا باختصار كذا تستخدم قاد برنوليا عند تصميم أجنح للضائرات نحن الجناح بالضائرة يضع انحناءة عند سطح العلوي عند سطح العلوي أو آدي سطح العلوي يضع انحناءة هذه الهواء تجعل الهواء ينساب عليها أسرع منه عند السطح السفلي لجناح يعني الهواء سرعته أعلى في السطح العلوي عن السطح السفلي وبالتالي نحن قلنا في علاقة عكسية بين الضغط وبين مين وبين السرعة الضغط يقل عندما تزيد السرعة يبقى لما سرعة الهواء ينساب بسرعة أكبر عند السطح العلوي منه عند السطح السفلي في هذه الحالة يكون ضغط الهواء أقل عند موضع السرعة الأعلى ونتيجة لذلك يزيد ضغط الهواء أسفل الجناح عنه فوق الجناح يبقى ضغط الهواء هنا 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 higher pressure وهنا lower pressure وهنا هناك فرق في الضغط وهذا يؤدي إلى رفع الطائرة يؤدي إلى رفع الطائرة left on an aeroplane wing is due to the different air speeds and pressure يبقى رفع الطائرة يبقى في جناح الطائرة ينشع عن اختلاف سرعات الهواء وبالتالي اختلاف الضغوط الموجودة على الجناح on the two surface of the wing على سطحين بتوقيت الجناح شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم